مرحبا السلام عليكم أصدقائي العزة أهلا بكم بقاعدة جديدة في كتاب البيبير المستوى الثالث القواعد كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي أنه في عنا يعني الكلام الغير المباشر في فعل الأمر في جملة الأمر أي النقل الغير مباشر في صيغة الأمر في الجملة في اللغة التركية يوجد عنا نقل مباشر ويوجد عنا نقل غير مباشر يوجد عندنا أي النقل المباشر وَهِدُ دُلَيْلَ أَنْلَةٌ الْغَيْرِ مُبَاشَرِ لِرَحْنَةُ كَيَ عَنُوهَا لَا قال دُلَيْلَةً اَنْلَةٌ بِيرِشِنِنْ سَوْلَدِيُّ سَوَلْدِيُوا بَشَكَانَا أَكْتَرْمَقْتِرْ دُلَيْلَةً بِالنَقل الْغَيْرِ مُبَاشَرِ هو يعني أنتن قل الكلام إلا شخص آخر يعني شخص قل كلام مباشر مثل هذه الجملة شوفوا الكلام المباشر هون انكتب بين معطارضتين كما قال الشخص والغير مباشر هنا بتقوله بالسانك انت فإذا هذا هو يعني بصيغة الأمر بلاحقة الأمر الجمل التي تبنى بلاحقة الأمر يأتيها أضلشتر مائكي يعني الماء والإش والما ولكن هنا موضوعنا بالما رح يكون يعني فعل زائد ما تستخدم وتقلب من المباشر إلى غير مباشر يعني بيجينا كلمة نحن مباشر غير مباشر هنا مهم جدا جدا أما في الجمل التي يعني نبنيها بشكل غير مباشر سأل رجاءت أمرت في اللي كلنا بلير يستخدم ممكن أن نستخدم سأل مك رجاءت مك يعني القول الطلب والرجاء والأمر ولكن كيف سنستخدم هذه القاعدة هي التي تحجز الشخص أحيانا أن يتكلم براحة أبت أو يتكلم بمستوى أقوى من مستوى هكونا قال الفيل زائد ما ما يعني كنا قد أخذنا الما والما عندما تأتي إلى جزر الفعل تجعله اسم وزائد يعني ملكية وزائد تعريف فإذن لنأخذ هنا شوفوا هنا أصدقائي أمي قالت لي ضب الغرفة أي لم لم الغرفة فإذن النقل الغير مباشر بصير بهذا الشكل بتكون مكتوبة هيك نحن منخرب هاد منشيله منشيل المعضارضتين ومنكتب من الأول شوفوا بتكتب بهذا الشكل هون بالحرف الواحد قالت أمي لي يعني ضب غرفتك أي رتب غرفتك أمي قالت لي رتب غرفتك شوفوا رتب غرفتك أما هنا أمي قالت لي بأن أرتبو غرفتي بأن أرتبو غرفتي فتغير الكلام هون ولكن كيف نستطيع أن نفعل هذا هلأ هون لازم نحن نلاقي بين المعترضتين الفعل إذا في فعل أو في فعلين أو في ثلاث ما بيخالف هنا يوجد أوضان الطوبلا يعني رتب غرفتك هنا بأن أرتبو غرفتي تستخدمتو الملكية أنا المخاطب فإذن يجب أن أتعلم التصريف حسب هذه القاعدة فتعالوا نضع الفعل الطوبلا مع الماء مع الملكية ومع التعريف أصدقائي أتينا بفعل طوبلا هنا يعني رتب فإذا أنا هون بدي أقلب طوبلا يعني رتب أن أرتب أن أرتب غرفتي أن أرتب هي طوبلا ما ما أن أرتب أنا فإذن بتصير طوبلا فعل يعني فعل طوبلا هون جبنا بعدين زدنا الماء زائد ملكية إيليك إكي زائد تاريف إذن إذن طلب من نيهون أولا إبقائي أولا سوقي أولا 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 بصير toplamamı, benim toplamamı, senin toplamanı, onun toplamasını, bizim toplamamızı, sizin toplamanızı, onların toplamasını هنا mektub annem bana odanı topla dedi, ولكن, لو كانت mektubi sana, linafrod هنا mevcud, meselen, atan al kitab annem bana, hön, rah kullak ilak, annen sana, ummak kalat laka, rettip gırfetüke odanı, şufu hön kal, annen sana odanı topla dedi, هön كانت امي قالت لي لي, ولكن هön انا عم قل لك امك قالت لك, odanı topla, اذا الامر بضل topla, ان كان لي وان كان لك, ولكن عندما اريد ان اضع الجملة بشكل غير مباشر, هön مباشر, كيف بتصير, ستصبحوا الجملة, annen sana odanı topla manı söyle dedi, شوفوا, اذا قلت لك بيت, انا اللي متكلم, امك قالت بالحرف الواحد, رتب غرفتك, رتب غرفتك, هاي بالحرف الواحد, اما اذا حابب يعيد الكلام مرة تانية, وانقل بشكل غير مباشر, شو بتصير? قالت امك بأن ترتب الغرفة, يعني امك قالت لك رتب الغرفة, هي نفس المعنى, ولكن هاي غير مباشر تعتبر, وشوفوا هون, تطلب ماما لمن قال بنا, بصير بنيم تطلب ماما يعني. اما سن, سنين تطلب مانا, شوفوا الملكي يختلفت هنا اصدقائي, فإذا هكذا, لهذا كتبنا التصريف هون. Şimdi, annen bana odanı topla dedi, هكذا قلنها, هذا doğrudan anlatım, برجعب قول, doğrudan anlatım, نقل مباشر. annem bana odamı toplamamı söyledi, هذا dolaylı anlatım, غير مباشر. الآن جملة مختلفة, اؤرتمن öğrencilere درسة أركن جلين dedi. قال المعلم إلى الطلاب. يعني قال المعلم للطلاب أو إلى الطلاب. تعالوا مباكيرا للدرس. تعالوا. هنا بالجملة تحتانية, اؤرتمن öğrencilere درسة أركن جل ملاريني سويلدي. شوفوا هون dedi. لما نقل بالكلام, هون قول سويلدي. قال الوستاذ بالطلاب بأن يأتوا. هون عم بحكي بلساني. قال بأن يأتوا إلى الدرس مباكيرا. ما قلتوا قال تعالوا إلى الدرس مباكيرا. بتمنى يكون فهمتوا الفرق. إذن هيكم نخربا. الآن الأؤرتمن هو. مسابت هو. فهو أتوا إلى الدرس مباكيرا. أتوا إلى الدرس مباكيرا. درسة جالمة نبصير أن يأتوا الطلاب سؤالي قال شمد هنا يوجد أيضا غرسون المشترين الزبائن قال شو قال شوفوا نقل مباشر قال الزبائن لتفاً ايشري دي سيغارة ايشميين أرجوكم لا تدخينوا في الداخل لا تدخينوا في الداخل إذا بدي أقل بالجملة غرسون مشترين طبعا هون صحي قال قال شو رجاء لا تدخلوا في الداخل فطلب منهون فإذا بالجملة الثانية شو بصير ترجى 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 الغرسون من الزبائن بتصير غرسون مشترين في الداخل ايشري دي سيغارة ايشمي ملريني رجاءتي ترجى منهم أن لا يدخنوا ترجى منهون أن لا يدخنوا فإذا أصدقائي هكذا هون رح نأخذ هلأ رحطيكون النفي يعني إذا قال ايشميين لازم أنتو يعني سيز سيز قلتو لكم سيز سيغارة ايشميين فإذا حدرح ينقل أحمد بي أحمد بي أدما جلس طلب 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 من السكرتير صاحب العمل أن يأتي أحمد بي إلى غرفته أما في الجملة الأول فليأتي إلى غرفتي من قال الباترون صاحب العمل فإذا هكذا ولكن هنا في شغلة مهمة مثلا قال إيشميين لما بيجيكون إيشميين لازم تكتبوا إيشميما لريني أو حسب الضمير المقصود إذا هنا يجب أن نضيف ما أيضا ما تانية للنفي أهد أصدقائي إذ لو كنتوا هون بأول جملة كنا قد قلنا أدان الطبلة لو كانت أمي قالت لأحق أمي قالت لي أدان الطبلة ما طبلة فيجب أن أكتب أنم بأنا أدام طبلة ماما م يعني بزيد ما فقط ألا بصير أمي قالت لألا أرتبو غرفتي طبلة ماما م شوفوا هنا جملة شو كانت سيغار إيشميين إيشمي ماملريني رجاء اتت فإذا يؤقب نفيد نحن أخدنا القائده أصدقائي فبصير ألا تدخينو ألا أرتبو مثلا هنا شو بصير طبلاماني طبلamasını طبلamamمزي طبلامانيزي طبلamasını أو طبلامالارن لأل لأزم نضاعهم كلا ما زياد يوح دي طبلاماماني 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 طبلامامامزي طبلامامانيزي طبلاماماسي طبلamamالارن اتصير هكذا فإن برجاء أبقل كون لأو قالت أنن سنع أدن طبل ما طبل ما دي يعني أم قارت لك لأترتب لغرفي فهن شو بدي قلوب بدي حت هن ما زياد أصدقائي طبل طبلاماماني بطسير الجملة فإزن بطسير الجملة طبلاماماني سويلي الطبلاما دي بنقل غير مباشر طبلاماماني سويلي بو شكيل دي أرخدا لنعطي الجمال نشوف الفارق مثلا لنكتوب الستاذ قال للطالب تعال إلى هنا المؤلم قال دي قال المعلم للطالب أورنجية شو قال بورايا قال لما بدي اكتب أنا بالنقل المباشر مضطر اكتب هيك بين معطريضتين وآخر الكلمة حط نقطة حصرا أصدقائي ممكن الكتاب يعطيك غير مباشر يطلب منك مباشر ويمكن بالعكس فهاي دورو دان ألطم شو اسمها دورو دان ألطم كيف بتعرف بس تشوف هيك أو هيك بالجملة معناتها دورو دان ألطم في معطريضتين الآن المعلم قال للطالب تعال إلى هنا تعال إلى هنا هلا رح نكتب قال المعلم بأن يأتي الطالب إلى هنا في شو بالقاعدة اللي عم ناخدها اللي هي دولايل أمير كيبند دولايل عن لطن فإذن شو رح نكتب شو فعل دقائي أورتمان أورنجية بوريا جلمسيني استدي الددي شو قلبات استدي إذا أنتو شعرتوا بالجملة طلب منه فيكن تكتبوا استدي وزا حابين تقولوا بمعنى قال له فيكن تكتبوا هون سويلدي سويلدي هكذا لأنه لما قال له قال بوريا فطلب منه أن يأتي ففيني أكتب أنا استدي فشو قال الكتاب فيك تكتب سويلة وفيك تكتب است أما الرجاءت ما وفيك تكتب أمرتي أيضا أمره آخر شي فيني أكتب هون لو كان أنا قصدي لو كان ضابط الاستاذ هون ضابط وبداله كاتب جندي أسكر وأمر فيها صيغة أمر لكتبتوا هون أمر أمرتي قال ما سني أمرتي يعني لمعلوماتكم أصدقائي ولو كان قائل استاذ هون لتفن أورتمان أورنجية لو كان قائلو لتفن بوريا قال رح غير الجملة شوفوا أورتمان أورنجية لتفن بوريا قال ددي هون ددي يعني أنا إذا بدي أكتب لتفن بوريا قال ددي قال المعلم للطالب لتفن أرجوك تعالى إلى هنا كيف لازم اكتب هون يلا فكروا معي أصدقائي كيف شو لازم غير هون لكنت قد كتبت أورتمان أورنجية بوريا قال ما السيني رجاء ما فين أكتب لتفن أو أكتب لتفن مرت الخرهون ما بيلزم أصلا وما فيه شيء أصلا في اللغة التركية فإذا هكذا أصدقائي إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وليتنسى التصريف بدون تصريف ما فين نقلو بالكلام أفت بو شكيل دا أرخداشترا إن شاء الله تكونوا فهمت القاعدة مثلا في عنا هون شو أشعادكي جمليلري دولي لأنتما تشوير المقال قال لنرجع نتزكر هدول شو اسمه الجمال دوردان أنتم لأن الطلاب يخربط فيه شو اسم الجملي هاي larدان انت Luxme كيف المنعرف من المقتابس شوف مقتابس slice عجب يخربط اي للمغ للنفس 사الك التصريف يخربط من الناس يوميا كي تكونون صحيين يعني عشان تكون صحي عشان تكونوا صحيين للناس شربوا لترين من الماء شوفوا كما قال العلماء هون تماما الكلام ما تغير فيه في نقطة هون بين معطاردتين فإذا شو بتكون الجملية ترى فكروا معي وانتبهوا بمسابة شو يعني لمن يقولوا للناس فإذا هكذا شبط سيرل سيز أي insanlar يعني أيها الناس يعني بمسابة سيز كيف لازم نقلبه فكروا معي لشوف خدومه لتكتبه واقفوا الويدو اصدقائي واقفوا الويدو اكتبه نقول نرجع نكتب ازمان لك فنان حتفظ لك من هون إنسانların sağlıklı yaşamaları için insanların وفن اكتب insanlardan sağlıklı yaşamaları için günde 2 litre su içmelerini istiyorlar ايدانıp tuz bot 2 bisiz sakin oraya galmeyin demedik mi اللق بالنسبة للسakin تعالوا لنشوف الملاحظة هون هون قال بؤك ila yablandula ila anlatim larda يعني بهاي اللاحقة الماء وهدول الماء زائد يعني الماء اللي بتجيب الى جزر الفعل زائد شو الملكية زائد شو التعريف أو حتى لو كان معه النفي ممنوع تستخدم لطفا بالنقل الغير مباشر لما بتخرب الكلمة هيك بتكون هيك بتخربها باي بتصاوية بشكل تاني ممنوع تستخدم لطفا بدك تستخدم رجائتي ممنوع تستخدم سكن هي بتلغية تماما السكن السكن معناته اياك واسحك اسحك يعني اياك والهايدي ايضا لا يستخدم اللطفا اكتبوه ملاحظة بتقلب رجائتي هون شوفوا رجائتي لطفا قلبة رجائتي اما السكن مننسها كأنه ما موجود بالتانية والهايدي ايضا مثلا اركضشن بنا صديقي قال لي ماذا هي كن سريعا فاذا بدي اقلب لك الكلام قلت صديقك شو قال لك هذا بالنقل المباشر شو قال لي فيك تقول الجملة هي الجملة صح اما اذا حبيت تحكي بلسانك اللي صاحبي بانه شو اسرع فشوفوا الهايدي ما استخدمت هي لكي اكون هي لأسرع ما بتصير هي كن لأسرع وما شابه ما بتصير قال لي بان اكون سريعا شوفوا بتترجم بان اكون انا او لو كانت سان بان تكون لو كان هو وما شابه فاذا السكن اصدقائي والهايدي بتلغوه هون حكينا الآن يوجد هنا جملة بسيزا سكن اريا جتمي دم ديك مي نحن لكم ألم نقل ألم نقل لكم شوفوا الهل ألم نقل لكم لكم يعي إليكم نحن يعني ما قلنا لكم ما قلنا لكم إلكم نحن سكن اريا جتمي إياكم أن تذهبوا إلى هناك أصح كون تروحوا كيف رح تكون في عنا سكن هون شو لازم نعمل يلا غيروا الجملة انتبهوا للفاعل أصدقائي شو لازم يصير شو لازم يصير فكروا معي وانتبهوا الفاعل هو المهم ممكن يكون في فعلين هون مثلا ممكن يكون نفس الشي بتصرفوه نفس الشي كما تعلمناه هنا يلا لأ شوف أصدقائي بالطبع الجملة شو رح تكون بيس سيزة أريا جيت ممانيزي جيت ممانيزي سيلم ديكم ليش حطيت ممانيزي لأنه قال جيت مين انتبهوا جيت مين فكان عنا جملة هون شوف سيجار اتش مين كان القرصون قال للمين الزبائن او الزبائن اتش مين فترجمة شو هون يعني قلب اتش مماني لريني فإذا هون بيس سيزة أريا جيت مين دمدك مألم نقول لأكم لا تذهبوا الى هناك اسحكم اياكم ان تذهبوا الى هناك فشو بتصير لقد قلنا لكم ان لا تذهبون الى هناك هيك بتصير ألم نقول اليكم ان لا تذهبوا الى هناك فبهذا الشكل والمعنى واحد اصدقائي مثل ما قلت لكم الفارق واحد كما قال المتكلم هذا الاولان بتظل بقول لكم شو دورو دان اللطم والتاني شو والتاني جملة هاي شو بتصير دولاي لا انلطم هاي اللي قلبناها اصلا بنا يارم بنم لا الاشفرش قال دي قالت اصلا لي غدا شوفوا لقد كل كلامي انا شو قالت بنم لا الاشفرش قال تعال معي الى التسوق تعال معي الى التسوق من قال عائشة الى من قال قال لي فكيف نقلب الجملة يلا وقفوا الفيديو وحاولوا تكتبوا هون ستكون الجملة اصلا بنا اصلا بنا يارم شوفوا هون حزفت هون كندي سيلة ما فيني اكتب بنم لا ال بنم لا معي قالت لي تعال معي فان انا شو بدي اكتب هون ان اذهب معها مع نفسها اي معها اصلا يعني كمان بتصير هون اصلا بنا يارم كندي سيلة كنن اخد نها او ان اتي معها الى التسوك بتصير فيني اكتب الاشفرش gitmemi söyledi يعني اذا قصدت معها يبتز بدلل gitmek اي از ذهب معها اي القدوم معها نفس المعن بتلع فما في مشكل اذا اصلا bana yarın kendisi ile الاشفرش gelmemi söyle طبعا نها شو لازم نكتب söyledi söyledi اصلا kim söyledi aslı kime قالت aslı اي لمن قالت قالت لين انا انا اتي شفو gelmemi aslı söyledi شفو aslı söyledi aslı هي 4 doktor bana bu ilaçları alın dedi قال لدي doktor قال لی شفو bana dedi قال وانا لی الدکتور ماذا قال خذ او اي خذ يعني بالرسمية عم يحكي معاك هون ilaçları alın هون مو معنى tussiz وزا استخدم tussiz بمعنى حضرتك بتصير اهت bu ilaçları alın اي خذ هذه الادوية قال الدکتور فإذا ماذا يجب علي اكتب دکتور bana bu ilaç la rıal ما مو سي لدي بتصير الجملة لمن قال لي من الذي سيأخذ انا الذي سيأخذ قال خذ هذا لمن قال قال لي فيجب ان اقول المم سو لدي طيب انا اذا حابب اقول طلب مني الدکتور فين يقول المم استدي ايضا اصدقائي هون فين يقول استدي طبعا الزمن انتو احرار فيه ولكن ددي ددي يعني دي دي بتضل هون هكذا ماذا لسيأخذ استدي شوف فين يكتب فين يكتب هون استدي استدي شوف طلب مني اذا قصدق طلب منك فيكتو طلب منك اوهد مدير سكرتر دوسيالر يترين هون قال المدير الى سكرترته يعني الى سكرترة سكرترته يعني احضروا الماذا الملفات دوسيالر 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 من قال المدير الى من قال الى السكرترة دوسيالر هون في استخدم يعني انو بحضرتك سيز hanımeفن دوسيالر وفين استخدم يعني قول الكل شئ عمي يشتغل انو جيب الملفات فإذا فين جاب بالشكلين اوهد اوهد ارخداشر مدير بتصير سكرتريني دوسيالر getirmelerini سيز ازاقص دقال بتقول سيز وليو كانت امازابق تقول طالب بتقول سكرتريني هون نكتب مدير سكرتريني دوسيالر getirmelerini سيز دي بديل سيز ازاقص توق من سكرتر فاكتوب استدى هنهد الافضل سكرتريني سكرتريني دوسيالر دوسيالر سيز سيز 6. دمت سردارا بني بكلمين دمت قالت إلي سردار لا تنتظروني بل اذهبوا إذن شو بتصير بتصير هك همان لنكتور دمت بتصير دمت شوفوا سردارا دمت لسردار شو قالت لا تنتظروني يعني كندسيني بكلممالرين قالت gidين بكلمين يعني سيز نحن لما منحكي عنه عن سردار دمت بصيروا بالنسبة يعني أن لا ينتظروا قالت دمت لسردار أن لا ينتظرونها من هم طبعا لأني عم بحكي بالثاني عم أقول أن لا ينتظرونها وفليذهبوا قالت يعني فليذهبوا ولا ينتظرونها حكيت بالثاني هون أما لو كان بالنقل المباشر قول بكلمين جيدين دادي قالت لا تنتظروني بل يذهبوا هكذا الأنقل المباشر لأني عم بحكي بالثاني يعني الهوستس شو مضيف تطياران ومضيف تطياران نقول له المضيف هكذا انام بانا علي عدساني طوبلسن دي امي قالت لي بان شو انو علي يرتب غرفتو فشو لازم اكتوب انام بانا علي عدساني طوبلساني سويلدي او استدي تصبحوا جملة انام بانا لانا امي طلبت مني قول لعلي انو يرتب غرفتو انام بانا امي مني استدي طلبت ان يرتبوا ان اقول لعلي يرتب غرفتو انام بانا علي عدساني طوبلساني طوبلساني سويلدي امي طلبت مني 9 öğretmen bize derslerinize çok çalışın diyor المعلم يقول لنا ادرسوا اكتير يعني ادرسوا دراستكم بشكل منيح ادرسوا لدروسكم منيح ادرسوا موادكم يعني بشكل جيد فطلب الوستاز ممن طلبة مننا قال فشو مقول اؤرتمن وفي درسترنize çok çalışın يعني لازم نستخدم هون المز نحنا اوانا اراد اراداشلار بتصير الجملوا هون ارادمن بيزدان درسترنize çok çalışmamızı استدي يعني بتصير هون كانت شو قال دروسوا كتير فلاازم نقول يعني بمعنى طلب مننا هون ما بيني او نقول او نقول يعني استدي او سويلدي درستري ميزة شوفوا درستري ميزة بيقلب هون المفعول به لما قال دروسكون لازم تدروسوا لمواد كون كتير فلازم قول قال لنا لندروس لموادنا نحنا ندروس موادنا نحنا أي دروسنا مصير درستري ميزة شوك چالشمامز استري عن بانكا ميمورو مشترية لتفن كم لينزي فيرين دي بانكا ميمورو يعني موظف المصرف قال لزبون يعني الزبون رجاء رجاء اعطيني اعطيني او اعطي هويتك كم لينزي فيرين دي حضرتك اعطيني شو فيرين قال بصيغة رسمية يعني مشتري شوفو هون في هذا مفرد فمو معناة تسيس باحترام حكا وبرسمية هكذا اصدقائي بانكا ميمورو مشترiden كم ليني ورمسيني رجاء ادتين قول من طلب البانكا ميمورو من 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 المشتري ماذا كم ليني هون قال كم لينيزي انتما فيك تقول لازم تقول كم ليني تستخدم المفرد هون ورمسيني رجاء ادتين أنهون مو مشترilerden موشترية او موشترية مفرد هنا ورمسيني رجاء ادتين بهذا الشكل اصدقائي فيعنى ايدان نماتتاني قال aşağıdaki boşluklara uygun başlıklara uygun biçimde aşağıdaki fiilleri boşluklara uygun biçimde yerleştirelim لنضع الأفعال المنسبة بشكل مناسب هون يجب علينا طبعا هي جملة بينوا وطها انه هي شو دولي لاناتم دولي لاناتم يعني بهذا الشكل هي غير مباشر فشو انا بطلب ممكن بصراحة تكتبوا بشكل مباشر ايضا الجملة هون مثلا قال اولا استخدموا الأفعال هاي لنشوف kapat يعني اغليق al chuz git ev اذهب each اشرب din lan استريح din lan كلان استخدم aç افتح sundur اطفئ yap افعال sawi at ايضا بهذا المعنى get اعبر ممكن بهذا المعنى ممكن تخبر معنى هون kiss يعني الكس هي خفض بك لا يعني انتظر هنا اعطانا جملة مثلا kumshun bandan chujumun chok gyrultu rijaytti terajjani terajjani jari bi an la abni gyrultu wa dhajij an la yisawi an la yisawi an la yisawi dhajij فاقول yapma masina ممكن يجي هون نفي شوفوا kumshun bandan chujumun chok gyrultu yapma masina rijaytti terajjani nijari an abni la yisawi dhajjani kathira هذا اذا لازم تكتبوا بهذا الشكل يعني انا هون استخدمت yapmak وضعت هون وانت سوا ونصيحة تانية للطلاب اصدقائي طبعا تمكنوا من هاي هاي بتساعد كتير لانو بالبئكي عنا شغل كتير ان شاء الله رح بيكون فهاي خطوة مهمة مثلا لما قلت kumshun bandan النقل المباشر بتصير بهذا الشكل فانا طالب منكن ايضا بعد ما بتعملوا القاعدة عملوه بالنقل المباشر هيك بتكتب kumshun bandan هون kumshun bandan بعدين شو قال لك رجاءتي شو بتكتب لتفن chujun chuk gyrultu yapma صنددي يعني الجملة هاي الغير مباشر وهاي المباشر اصدقائي فازا جبت وضعت هون بتصير بالشكلين كونو تعلمتو تعززتو معلوماتكم بالشكلين kumshun bandan lutfan chujun chuk gyrultu yapma صنددي هون بالحرف اللوهاد قال لي رجاء ان لا يفعل ابنك ضجيج امات يعني بتمنى تكتبو انتو كمان هيك خلوها وظيفة وزا بتحبو تبعدوا عالتعليق كمان ابردلكن اصدقائي هكذا هي رح تكون وظيفتكن والدرس الجاي ان شاء الله منحلها مع بعض اهد اركض درسنا انتهى هون ان شاء الله تكونوا فهمتوا القاعدة لانو قاعدة مش سهلة ولكن صدقوني مع الوقت رح تجيكون سهلة كتير بعد ما بتاخدوا هاد الدرس رح تتعزز معكم اكتر ورقزو لقاعدة الاسم فيل evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun iyi günler diliyorum اشتركوا في القناة